حيث أكدت رشا نجمي وكيل مساعد محافظة البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار أن مصر تشهد توسعا هائلا في مجال التكنولوجيا المالية من خلال ارتفاع عدد المشروعات بهذا المجال إلى 177 مشروعا وخلال فعليات اليوم الرابع لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي بمدينة شرم الشيخ أشارت رشا نجمي لأن 60% من مشروعات التكنولوجيا المالية في مصر يديرها شباب تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 25 عاما لافتة إلى أن البنك المركزي لعب دورا كبيرا في دعم التكنولوجيا المالية بالإضافة إلى إلزام البنوك بتوجيه 25% من محافظ قروضها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تخصيص 10% منها للاستثمار المباشر في أسهم تلك الشركات